وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 594 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 824 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 45 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 614 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط قرابة 165 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر